بعد سلسلة من الانجازات والعطاء غيب الموت الاعلام الكبير رضا يوسف الفيلي الذي عرف بشغفه وحبه الكبيرين للاعلام منذ نعومة اظفاره وكانت بداياته عبر اثير اذاعة الكويت عام 1959 ثم توجه الى العمل التلفزيوني عام 1961 فاستهل مشواره المرئي مديعا في تلفزيون الكويت ليصبح بعدها رئيسا لقسم الاخبار من ثم مراقبا للاخبار عام 1966 وبعدها مديرا لها عام 1986 الاعلام الفيلي رحمه الله كان يؤمن باهمية سقل الموهبة بالعلم لذا سعى الى اثراء مسيرته الاكاديمية حيث حصل على بكالريوس في الاداعة والتلفزيون من كلية كولومبيا بمدينة لوس انجلس الامريكية واكمل دراسته العليا بجامعة كاليفورنيا بين عامي 1969 و1975 ليحصل على درجة الماجستير في الاعلام التنموي من كلية التربية وتقلد الفيلي منصب مراقب عام في التلفزيون عام 1975 ثم عين مديرا لادارة البرامج في التلفزيون عام 1977 وبعد ذلك مديرا لادارة العلاقات الخارجية في وزارة الاعلام وشغل الفيلي في الفترة بين عامي 1981 و1985 منصب مدير ادارة المكتب الفني لوكيل وزارة الاعلام وعين وكيلا مساعدا للاعلام الخارجي في الوزارة عام 1988 وكان اخر منصب تقلده الراحل هو وكيل مساعد لشؤون التلفزيون عام 1990 ليتفرغ بعدها الى عمله الخاص في مجال البرامج التوثيقية علاوة على اشرافه على تنفيذ العديد من البرامج الناجحة التي قدمت عبر تلفزيون الكويت كما شغل منصب نائب رئيس تحرير جريدة النهار المحلية اشتركوا في القناة